سيبك من كل الأرقام يعني الأرقام دي تاخدها كده من هنا وطلحها من هنا أثبت رجالة مصر سوق في المنتخب أو في النادي الأهلي أنه لا الكرة بتتحسب بالأسماء ولا بتتحسب بالقيبة التسويقية ولا بتتحسب باسم الأندية اللي أنت بتلعب لها في النهاية مباراة 90 دقيقة عايزين 11 راجل في الملعب ده اللي حصل في كل مباراة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا وده اللي حصل من رجالتنا مبارح في ملعب أبو ظبي في بطولة كاس العلم للأندية رغم انحياز الفيفا أو خلينا أقول أن الفيفا كان الحقيقة غير عادل في تحديد توقيت بطولة كاس العلم للأندية وفي نفس الوقت كمان في فكرة عدم لعب الأهلي لمباراة دور قبل النهائي مباشرة وللأ وإحنا أصحاب برونزية النسخة الأخيرة إزاي بالمراس يلعب مباراة دور قبل النهائي مباشرة أنه الأهلي يلعب دور قبله تمهيد لكن في جميع الأحوال المصري لما بيعوش شيء ويصمم عليه يعني يعمل المستحيل خلينا نحتفل بفوز الأهلي على مونتري ونتكلم على مواجهة بالمراس وبالتأكيد طبعا المباراة الأهم مباراة المصر والسنغال النهاردة في نهاية الكن هتكون حضرة مع نجم كبير طبعا من نجوم النادي الأهلي ويسعد دايما ويشرفنا في السادسة ونسعد دايما موجوده كابتن شريف عبد المنعم سأخير الكابتن شريف وسأخير لكل الأهلوية لا أقول حاجة مهمة جدا يعني كابتن شريف عبد المنعم في الكواليس بقى كابتن شريف عبد المنعم هو من ناس القليلة جدا اللي كان فيه ناس توقعت الفوز لكن هو كان واصف جدا جدا بشكل أدهشني أنا شخصيا من الأهلي هيكسب مطش مبارح مضبوط ولا يا كابتن شريف والله الحقيقة حتى لو تلك بتبالغ أنت شوية يا كابتن شريف لا ما فيهش مبالغة ولا أي حاجة هو زي ما اللعيبة استحضرت شخصية البطول فإنت لازم أن تتكلم عن اللعيبة وتتكلم عن إنجازات اللعيبة وتتكلم عن بطل أفريقيا بطولة عندك أسر عالم اللي هو يعتبر دلوقتي بعد فوز مبارح أكتر فريق حيبو مشترك في البطولة دي كمان 16 مرة بإنجازات بكل اللي فيها ده الإحساس اللي بخلينا نحنا بنتكلم عن فرقتنا بس الظروف كانت صعبة قوي المرات الظروف يعني قصة مش متعلقة بالمنافس بس قصة كمان متعلقة بظروفنا إحنا قلنا الكلام ده إحنا رغم الظروف اللي احنا فيها ورغم الظروف اللي احنا بمر فيها ورغم الظروف اللي هي مصدراتنا حتى من ما شاء الله المنتخب أي نعم ماشي زي بالروح اللي هي نفس الروح اللي عبنا بها توازي شكل والنجاح في الحتتين إن شاء الله تجلل النهاردة بالفوز بإذن الله بالبطولة عايز أقول لك نفس الإحساس بنفس الشكل اللعيبة عندها هيبة عيبة نادي القالي عندها اسم كبير جميع المحللين وجميع القائمين على مؤسس نادي القالي صدروا لهم أنك أنت تقدر تصنع تاريخ جديد وتقدر تصنع على نفسك مكانة في بطولة زيدي مش كل يوم أنت بتكون موجود في كاس عالم مش كل يوم أنت بطل أبطال أفريقيا مش كل يوم أنت الدنيا بتديلك بهذا الشكل وتلعب في مدينة جميلة اللي احنا بناعتبرها المدينة التانية بتاعتنا اللي هي الإمارات الحقيقة بالجميع التوفير الحب اللي موجود عندهم جمهور العظيم اللي أنا استمدت فوزي وأنا بقول حنكسب وأصررت حنكسب دي من رهانك عليه من الجمهور أن الجمهور هيحتضنني والجمهور هيحرقني والجمهور هيخليني ألعب قد ما أنا بلعب عشر و خمستاشر مرة لو تشوف وليد سليمان في آخر كرة بيتزحلق وممكن يتصاب فيها جامد جدا ولا أهمه وأعايز يجيب جول الرغبة الرغبة اللي هي رغبة الاسم رغبة التواهج رغبة المصدرات لهم من جميع الناس اللي معاهم مجلس إدارة رأسهم كابت الخطيب واللعيبة كلها متكتفة حتى حضرتك تفضلت وقلت عليه النواكس عدم وجود الشكل والتشكيلة الكاملة أنا بحسابات الورقة والألم اللي توقعته شيء واللي شفته على عرض الملعب شيء تاني خالص وهقولك الحسابات مش بس الغيابات كمان يعني الكلام مش بس الغيابات أنا قلت أن الأهلي عنده فريق تاني حتى مع وجود الدوليين حتى لما كانت تونس مكملة ومالي مكملة والمغرب مكملة قلت أن اللي موجودين في الأهلي فريق قادر أنه يعمل يعني بطولة كويسة فضل الولاد الزغارين ما دولكش الإحساس ده كمان أنا معاك أنا متفق معاك تاني بس كاس العالم متعرف أنه خبرة تانية لفل تاني وخبرة ورهبة تانية يعني لعيب يعني مغربي مبارح أنا بصراحة كنت مصفق عليه جد الولد زي ما بيقولوا كده من الضر النار يعني تعال ألعب في كاس العالم قدام مونتريل مكسيكا أه بس مفهومي أنك أنت تشركه في بطولة في مصر قدام برضو لعبة الأندية في مصر متسهلين اللعبة بتاعتنا أنها توقف وتبقى نمر واحد في البطولة أنه الناس بتلهس وراها أنها تتعادل معاها أو أنت بتتغلب وبترجع تدعم وبتجيب ضربات جزاء وبتروح منها عملت خبرة في الشهر اللي فات ده للولاد الزغارين قريدي الخبرة موجودة اللي عبتنا اللي هي موجودة بل إحنا حصل لنا نقص عددي كمان في البطولة دي في مباراة حصل لنا أكثر من ثلاثة أربعة أصيبوا إنما الحالة التعودها في حارس المرمى التجهيز النفسي علي لطفي مبارح نجمي التجهيز النفسي والمناول علي لطفي والشوبير كويس ولولد حمزة ده اللي خلاني أنا والله شايف إن الحياة جميلة الحياة كاملة الحياة ما فاش أي حاجة غير إن أنا أدي شخصية الأهلي وقود شخصية أنا الشخصية اللي تخليني أشاور عليك وأقول إزاي ما إحنا كلنا ابتدينا يعني كلنا ابتدينا إزاي بنفس الشكل بنفس الفرص بنفس البطولات فكنت بتمنى إن الحظ يواجبنا والولاد يعدوا كل ما عليهم ودي بتاعت ربنا في الآخر فربنا ادينا العياة وفخوله وعماله سهر الله عملكم رسوله المؤمن صحيح فده اللي حصل في المنتخب مصر ومع أولادنا وبأكد لك تاني إن شاء الله هتكسب بالميرس بالروح بقى المرة دي اللي الولاد جربوها وشافوها وشافوه المحكاية سهلة جدا إنك إنت تطلع الكرة اللي عندك وتروح ناحية تانية وتقل من الباصات اللي هي فيها عدم ثقة يعني فيه باصات بتبخز بناء عندك حمل ثقة هي اللي بتعمل عليك الـ كونتراتاك اللي بيعملك المشاكل فيه حاجة شفتها قبل ما اتكلم على الإجابات وهي كتير أمبارح بس فيه حاجة شفتها مع إجابتكش في مطش مبارح أو محتاجين يشتغل عليها قبل ما اتشب بالمراس أليس إليك عليها دلوقتي السقة في الباص التحركات لللعيب يعني أنا لو تحركت انتهت أي فرقة معي علي معلول ده لسه خارج من إصابة وربنا ديله صحة وكلام إزاي بيعمل الـ وإزاي بيأخذ الـ وإزاي بيستلم وإزاي بيعمل العرضية دي وإزاي فيه تلاتة أربعة في الكرة الثانية موجودين وإزاي أنت بتجي لك الكرة مستنيها محمد هاني رغم غياب راس حربة صريح يعني ولا تحس أن ما فيش رصاني اللامسة الأخيرة ما قالتكش شوية عبدالآدر جوة وطاهر جوة عبدالآدر وحتى وليد سليمان جوة بيستقبل العرضيات أنت عايز عايز إيه غير النعيب يستقبل لك ويشاور لك ويتحرك لك عايز حدي يسجل بدري أنا بتهقلي كرة عبدالآدر ومن بعدها كرة طاهر لو كان وجوم بدري المطش ده كان بقى لو كان وجوم بدري كان بقى هيفي سكور على الفرقة اللي انتو قلتوا عليها أنا ما ما هزنيش لا يا فرقة محترم جاد أنا ما هزنيش لا 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 أقولك أنا ما هزنيش أه بس هي فرقة محترمة فرقة جامدة وسريعة وتقدر تكسبها لحدهم بس أنا ما هزنيش الاسم بالعكس أنا زي ما انت تفضلت وقلت برضو أنا ليه ما بلعبش أنا مضايقاني الحكاية دي سيمي فاينال على طول وأنا الأكثر وأنا الأكثر مشاركة في حاجات ربك بينصورك عليها خدت بالك من غير الدنيا ما تخدش بالك ربنا هو اللي بينصورك لأن ده حقك زي الحكام اللي بيحكموننا في أفريقيا ربنا اللي بينصورك مش الحكام كلهم والله في حكامك يعني أنا فيكتور جوميز ده أتمنى له يحكمني كل ماتش مصطفى غربال نفس الحكاية مصطفى غربال نفس الرجل بيقدي المهمة ردوان جيد المغرب بيقدي المهمة للمهمة نفسها لا فيش أسماء أو فيه دوافع أو فيه شخصانة لأي حاجة زي عنا لما تونس اتغلبت كنا نفرح لما المغرب بتكسب زي عنا جدا على الجزائر لها صحبة البطولة ومش ممكن اللعبة دي كانت تخرج كده صحيح هرجع أكمل نقطتين كمان في الأهلي ومونتري وأخدك كمان للأهلي وبلميراس سريع عشان نفتح بقى مصر وسنغال ورؤيتك لمبارات النهاردة مواجهة صعبة ولا إيه جدا خلينا نسمع رأي كابتن شريف عبد المنعم بس تسمحولنا الروح لفاصل ونرجع لحضراتكم هاني 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 علامي هو هاني ما بتتسحش نفسه لأفكاس العالم هاني ومعلول ومعلول وانتو ده شغلة ده المعلق الأسباني طبعا يعني انت تحس انه هو على غير بيقول على غير متوقع انه يتقدم عن طريق محمد هاني لا الحقيقة كورة في الملعب بتتلايب انت عندك خمس ستة فرص تقدر تجيب الجوال هم عندهم فرصة او اتنين من خارج التمنتاشر احنا يمكن من جوه طلح علي لطفي علي لطفي والباقي كله منورات ايو ايو الباقي كله انت كمان يعني مفاجئنا بال طب انا زي زي الاسباني ده معنا لقطة تانية بس المكسيكي بقى نشوفوا ده المكسيكي عتليبي بيبكت ده عتليبي بيبكت تعالوا نشوف معلق على المباراة رد فعله ايه بعد فز اسم الاتي الاحليتاليوز اخواتم 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 اخوة موضوع لا أستبدأ هذا. عادة، قام أغير في صفحة الناس. لعناضي، ارتدخل لي السبب. لا تستطيعون أن يكون في الصفحة من الناس في منتريين المنطلوب منتري. أنا أشبتي، أنا مو متشكف بأسرع. هذه الحجم الآخر، هذه الحجم الآخر، هذا أشعر، هذا أشعر، أنا أشعر، أنا أتكلم أن أظهر في الصفحة. أنا لا أستطيع أن أجده نعمه مواجهن. هو يعني موضوع طبعا مش محتاج ترجمة يعني بتهيلي بادي لانجودش كفاية جدا جدا عشان تعرفوا لسوشيال ميديا بتاعتنا رحمة لا احنا مكتبين الترجمة تحت بسوا الراجل يعني مش محتاجين حتى نقل الراجل خرج يعني خرج من هدوم وزا بيقوله كل طبعا هجومه على في المقام الاول خفير اجري مطالبته ليه بالرحيل وهجوم كبير على اللاعبين وقال لهم انتم خزلتوا جماهركم الملايين اللي بتتبعكم ورا الشاشات والجماهير اللي جات وراكم من المكسيك عشان تتبعكم في بطولة كاس العالم وتبعدكم من المدرجات وده طبعا رد فعل يعني هي الجماهير بالمناسبة سابت سوفينير كده الأجري على الرصيف كده قدام الفندق تبص يعني اربع ست ست كاراتين بيد وطبعا ارحل عننا يا أجري كان شعار الصورة اللي حطوها على صدمة كبيرة بتهيلي طبعا ده بطل مكسيكي يعني كويس يعني راجل أنجز وعمل بطولة انك تخسر مباراة ده بطل قارة بطل كونكاكاف ده طيب يعني ده فريم السهل تلقاها في تاريخه في كاس العالم اندع على ايد فريق عربي أو أفريقي ده فريم السهل انك انت تخسر مباراة سهل جدا وانك تكسب بطولة هو ده اللي صعب انك انت تخسر مباراة ده سهل جدا انك انت ترشي اعداداتك السفر الشكل اللي بيحصل اليومين دول مواكب ليه الملعب الأجواء ولا مش مواكب هو جاي من جو شكله عامل زي حار على حار ولا برد جاية ما بيتأقلمش لسه انما هو الحقيقة ان كان فيه 11 راجل في الملعب في اول في الملعب بيجروا ووسكين في نفسهم وبيستلموا كرة مشايبين الموقف وهم اللي راحين عاديين يعملوا الكونتر يتكو يروحوا بسرعة وعاديين يجيبوا بوايا لا هقولك على حاجة المدرب باللعيبة بالمؤسسة كلها عشر على عشر الاعداد ده النفسي ده بالظروف اللي انت بتوكل فيها دي كله العلامة الكاملة الاهداف اللي راح يتميديك داتك ثقة جميلة جدا انت موجود في الملعب وتحزن اكتر انها بتروح لان في البطولات دي مع بالميرس مش عايزين هتروح بعد كده بس عرفت انك انت بتروح للتمنتاشر بتروح على الناحية التانية مستحضر اللعب بتاعك العادي في مجلس يعني ميرج كده بين الولاد الزغارين مع الولاد الخبرة عاملة حالة ارتكازه حالة كويسة مطمينيني انه احساس دقيقني جدا مبارح يعني انا بقول دايما انه والله كابتن شريف مش قدام الكاميرا بس انا بقول الكلام ده على طول انه اي فريق بيمثل بلدي اي فريق مصري بيلعف اي بطولة خارجية انا ببقى بشجعه وبقى في ظهره بيديقني جدا وبيقلمني جدا لما الاهل يبقى بيمثل مصر وبيمثل افريقيا بطولة كاسة عالم وحس ان فيه ناس متربصة وناس مترصدة وناس مستنية انه الاهل يقع وحيفضلوا مستنيينك في الماتش الجاي كمان وحيفضلوا قدم دي طبيعة بشر والانجازات اللي انت بتعملها وربنا بيقف معاك فيها لعشان انت في طريقك سليم بتبص لنفسك بس ما تبصش لحد مش وقت بالك تعرف ان فيه ناس رابطت قبل صفر البعثة بين عدم ترقص كابتن محمود الخطيب للبعثة وصفر الاهلي بدون نص فرقيته للبطولة قلت لك انه يعني راجل كابتن محمود الخطيب يستحالي يفوت حادث زي ده كابتن حسن حمدي موجود كيمة وقامة وكل من يعمل في المؤسسة كان موجود لحالة تسويقية لحالة الوجودية لرفع اسم نادل اهلي في الوطن العربي وفي العالم كله فكل ده اشكاد رابرين بكريمانك شاف شغله الراجل ويشوف حياته وعلى طول عنده يعني مصر موسماني مواكب مع المؤسسة الشكل اللي هو يخليك دائما تكسب طيب اخذ رأيك في الاهلي بالميراس مباراة شايفها ازاي وخصوصا انه الفرقتين مش جداد على بعض بالعكس يمكن بالميراس يبقى بشارك السندي وهو جازز على سنانه شوائه لانه السنة اللي فاتت الاهلي طبعا تعور منك يعني خسروا رجعوا كده بهزيمة سقيلة ما كانتش برضو من المتوقع ناس شافت انجاز عظيم للأهلي بطل أفريقي على حسب بطل أمريكا الجنوبية فاستندي الدوافع مختلفة والدوافع كمان مش تلاتة ورابع انت سافق كنت لعب تلاتة ورابع لا الدوافع المرادي او الهدف المرادي انك توصل بمباراة نهائية اولو داني وص حولك على حاجة هم من نفس الشكل بيلعبوا زيك يعني هم بيحضروا كتير من تحت وبيحاولوا عندهم سرعات وأطراف وعندهم سنترفيروت كويس قوي وعندهم تحركات بس مش زي منتيري منتيري عنده سرعة وعنده بيعرفوا يوفوا على كروتهم في ناحية منطقة جزاك ويستلموا وعندهم شخصية ما بيخافوش وعندهم أطراف أسرع وعندهم لعيبة كلها أصغر في السن من برميرس برميرس عندهم الهدوء في الأول مش السرعات اللي هي بتاع باير ميونيخ ولا منتيري فأنت هتبقى بتلعب في فرقة بتلعب بنفس أسلوبك أنت أنك أنت بتاخد الكرة وبتحضر وبتشوف التحركات شكلها عاملت إزاي فمش الفريق الماء هيفجأك بالسرعات الجامدة وإنما هيبقى واخد الدرس بتاع السنة اللي فاتت وهيبقى واخد الدرس من منتيري فأنت كمان مش هتحضر له أكتر من شخصية البطل اللي هي طول ما أنت بدنيا نواف على رجلك في الملعب أنت بتواكي بكل حاجة إحنا لا ينقصنا غير الباص السليم لا ينقصنا غير اتنين تلاتة من اللي موجودين في المنتخب يرجعون لنا كمان أي هذيبقفين على رجلين أكتر يعني متسخية العمر السليم موجود ومحمد فاتحي مع ديانج في نص ملعب ومع أفشة وعبد المنعم وراء برضو وعبد المنعم جرجع لك وإن شاء الله محمد شريف وإن شاء الله يكون الشناوي في ثانية أربعة أيام دول أعتقد بلاس 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 كل يوم بيعدي بيبقى الشناوي كويس علي لطفي دايما كلهم كويسين بقول لك ده من شو بيرل حمزة علي لطفي كلهم إحنا عشان بنشوفهم في التمرين وعشان عايشين معاهم وكامل دول وحوش عايزين السق وبعدين الفرع ما تبقى كويسة متنخب مصر أو النادي العلي حالس المربع بروح عليه كام كورة ثلاث كور أربع كور مش أكتر ما ببقاش فيه أكتر من كده النهاردة أبو جبل هيروح عليه ثلاثة أربع كور والمتوقع لنهجوم السنغيل نهو نهوش في مصر والسنغيل يعني بقالي سنين طويلة جدا بصرف النظر عن البطول إحنا يعني أنا ما مكلمش على التتويج من عدمه طبعا نفسي المنتخب يتوج النهاردة ونفسي النجمة التمنى ونزود الرقم القياسي لكن أنا بجد عايز المصرين يعني نفسي أكتر المصرين يفرحوا النهاردة بالروح اللي إحنا بنتفرج مع الفرقة فرقة ما عنداش أي شكل فني غير الجري والتغطية على بعض والروق والزحلقة ونسين إنهم بلعبوا من إنت لو تفصص فرقة سنغال والكاميرون والمغرب ونقيدوا المحترفين في أكبر أندي في العالم من باير ميونيخ لبريس سانجير مع لفرقبول وآيكس وليفر بول وإنتر عندك شوية لعيبة وإنت كنت عامل إحصائية النهاردة على الكاميرون نشوف فيه كم لعيب فيها بره وفي تركيا وفي ألمانيا يعني اللعيب المصري لو استطاع أن يكون في جو مناسب ونفس الإمكانيات اللي بياخدها أي منتخب تاني أو أي فرقة تانية إحنا تحت ظروف أنا عمري في حياتي ما حصلت لي لا في النادي العلي ولا مع المنتخب هذه الظروف وإنك أنت بتنجز الإنجاز أو بتوصل لنهائي في أفريقيا والنهاردة بتوصل لسمي فاينال في كاس عالم أندية فوضح أن السياسة المتبعة اللي هي سياسة اسم البلد لازم يكون موجود اسم النادي لازم مرفوع اسم البلد أولا والاسم النادي فاللعيبة دي خلت على العطيقة هذا الكفاح هذا الشكل اللي موجود في الملعب يعني ما هتقول لي النهاردة إمام عشور ساديو ماني ولد أنا متأكد يعني أنا متأكد إن إمام ده حيمسك ساديو ماني مش هتوباء الحكاية سهلة وده جنبه جنين ده حاجة جنبه جدا لعيب بتاع الجنب ساديو وستاديو بيرجع لوراه وبيعتمد عليه وبيطلعه هو القدام ويعمل له الباص اللي هو بيخش بيه من ناحية الشمال انت عندك النهاردة أشكال كتير قوي بتلعب محترفين جاملة جدا عشان كده أنا نفسي مصر جيب جول في الأول نفسي مصر يكون ليها سابقة تهديف ما تبقاش هي اللي بترجع للمباراة نفسي مصر تلعب على نات خلص الماتش في تسعين دقيقة نفسي مصر استحضر ماتش كده وار تبقاش كده وار روحت للماتش ست سبع مراتش أنا كنت بقولي أنه يعني لو ربنا كتاب لنا التتويج النهاردة هتبقى بيتحياء لي يعني مجوثولة أنا شفت ما أنا فاهم طبعا طبعا ماتش صعب بكل مخيز بس أنا أنا شفت ستة وتمانين يعني كنت صغير بس شفتها فارجت عليها شفت تمانية وتسعين طبعا بوركينا فاسو كابتن جوهري شفت طبعا ستة وتمانية وعشر ما شفتش أكيد سبع وخمسين وتسع وخمسين فالبطولات دي كلها ما شفتش مشوار صعب زي مشوار المنتخف البطولة دي يعني أنت من الستة عشر قابلت كود ديفور التمانية قابلت المغرب قابل النهاية دولار 4 قابلت الكاميرون صاحب الأرض والجمهور وفاينال قابلت سنغال مش فاكر مشوار للمنتخف البطولة أفريق خفوزنا بيها فعشر قابلت غانا فعشر قابلت غانا في الفاينال قابليه كاميرون وقابله كود ديفور لكن المشوار نفسه كنت بتقابل ساعات مش عارف بوركي نفسه وتقابل مش عارف نايجر تقابل فاهم قصدي ما شفتش مشوار صعب دي أصعب بطولة المنتخب لعب ده أزهى عصر كان لكرة في نادي الأهلي وفي منتخب مصر لقوع 2006 و2008 و2010 وكان على طول النادي الألف كاس عامل قندي وحقق في 2006 أول مركز في كاس عامل قندي لو تفتكر فده تيم كان معمول كده يعني أيام بورشلونة كان بيلعب بيئته وميسي وفرقة كان منشستر رونالتو كان معا رونالدو وكانوا فرقة بيتحقق ريال مدريد بنفس الشكل اللي موجود كان بكل اللعيبة اللي كانت فيتها على رسوم كاميرا رونالدو وبنزيما فرقة بيبقى فيها كيان فيها لعيبة فيها بيز فيها أعمدة كبيرة ويتخليك تبقى في منصة التتويج فتلاقي ريال مدريد بتاخد بطولة أوروبا كذا السنة ومتاخدش بطولة ريال أسماني التفوق المحلي يبقى البرشلونة إنما فيه بتبقى عندك عوامل وأعمدة في الفرق وأسماء الحقيقة بتخليك على المنصة يعني أنا مبهور بأداء إليوت جيونج دائماً أتمناها في أي حتة لأنما تفرج على فريق النادي الآلي حيبقى شوفه موجود حيبقى شوفه علي معلول كويس حيبقى شوفه السلية في الشكل في الشكل ده أحب أشوف فتح مع نفسه في الملعب كله بالروح دي ممنوع حد يجي علينا ممنوع كرة تتقطع مني يعني أحب أشوف ده النهاردة الروح اللي هي موجودة دي مع المنتخب مصر فالاتنين بيوصلوا البعض الأندية هي اللي بتوصل للمتخبات فعدم مصر كروش إنه هو يكمل الشكل اللي كان بيكمل به حسن شحات 2006-2002-2002 وياخد كامل لعيبة اللي هي أحسن لعيبة أكيد هيعملها إن شاء الله في مبارس السنغال اللي هي في السنغال تختلف إيه عن المغرب وكوديفور وكابرون كورتهم عالية محترفينهم أقوى أقوى من الثلاثة من وجهة نظرك أقوى السنغال أقوى من كابرون والمغرب وكوديفور بص لا يا فل الحديدة معناها ما عملتش بطولة عظيمة أو يعني اللي خليك تتكلم الجزائر والسنغال وطبعا مصر دلوقتي على التتويج دول الفرق شخصية بطل هو قبل البطولة ما كان في مصر قالوا مين حيوصل قالوا السنغال وأي حد إن شاء الله مصر وكامل أنا مسأل جزائر كثيرة كويسة والسنادي عشان كناك بصراحة ما كانش في حد متوقع أنه مصر توصل في يعني السنادي بعد مصر نيجيريا وبعد الأداء في السودان وغينيا اتحالة خلاص أنا كتبت تويتر لو كان القادم أفضل برضو احنا مش لا نستطيع عملت دان تويتر كتبتها بعد مطش نيجيريا وأنا من النوع اللي دايما بدي أعذار للفرقة بتاعتي إلجا والرطوبة ومش عارف إيه ولا إحنا عندنا أحسن بس هو ما كانش مأهلني ببعض اللعيب اللي لو تاخدوا معاه والطريقة والاختراعات اللي كان بيعملها في الوصفات آه وكان بي وقتين ساعة ساعة مدرب يتوسم في اللعيب إنه دي له حاجة معينة بتحصل إن اللعيب جاي من إصابة مش خيانة اللعيب ليه في المنعب لا العيب مش قادر آه الميكانيزم اللي هو عايز نفسه فيه إنه يعمل حالة هجومية جنب محمد صلاح إنه مصطفى محمد وتريزيجي ومرموش يبقوا في كمة الأداء ويصلحوا لبعض وفيه حد ييجي زي السلاي من وراء يعمل تدعيم وآه الباكرايت بتاعنا اللي هو توقف عمر كمال عمر كمال إن اللعيبة دي عندها عندها بس تدي في الملعب بس هو اليوم ده بدنيا مش 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 جاية اليوم ده مش متعود على تريزيجي في نص الملعب مع مرموش ناحية الشمال لو ألبنا الحكاية يمكن هي بتبقى شكل اللي المدرب بيطمع فيه ولكن الظروف ما تساعدوش لأنك كده بتلعب إمكانيات برضو قدامك كانت مش سهلة في رئة نيجيريا فكانت السرعات لنيجيريا وكان شكل لهم يشوفوا المرمى ونوصول المرمى كان أكتر منك في المباراة لتتوقعش يبقى فيه تعديلات أو تغييرات النهاردة خصوصا مع غيابات مؤثرة جدا يعني الشناوي غايب حجازي غايب أكرم توفيق غايب عمر كمال كمان هيعمل بطولة هاي للولد وها يعني هاي عمر كمال في البطولة دي هيغيب النهاردة عشان انذرينه وامام عشوري يستطيع انه هو بسنه ده واباداءه هو العيب عن صقف نفسه جمد جدا وإيه قصة المناسبة لقد كنت بس على السؤال ده لازم أسأله إيه قصة الباك اليمين والباك الشمال في مصر يعسيبك من اختيارات الراكل النهاردة الاثنين الاساسيين في منتخب مصر أكرم توفيق وعمر كمال عبدالواحد أساسا الاثنين مش باك يمين يعني مركزهم الاساسي مش باك يمين على الشمال انت مزرعتش سنفل انت مزرعتش في مصر الباك رايت خلعت محمد هاني من الرؤية كويس فأصبح المكان ده فاضي هو أكرم هو أكرم باك رايت لا مش باك رايت كويس هو عمر كمان عمر كمان باك رايت لدرجة لما حصلوا شورتج وحصلوا تقصير بعت عايز ياخد محمد هاني في تركيبة حصلت في المنتخب بطريق حامد بمحمد هاني بأحمد رفعت بناس كانت موجودة موجودة بتخليك انت كمدير فاني مستريح نفسيا لأي حاجات بتحصل لأي تغييرات بتحصل انت حجيب محمد عبدالبين عم يلعب باك رايت في أول ظهور ليه في المنطقة دي والشكل ده تظلمه انت شفت هنا بقى عامل ازاي في منطقته اللي هو بيلعب فيها حتته اللي بيلعب فيها يعني انت ودته في حتة في الجحيم رميته في البحر على أسرع واحد في البطولة اللي هو الوينجليفت والحاجات كمان هو مش عدلته على طول بيخش الجو يعني مش انما اللعيب بعت مع نفسها وعملوا كوريكشن كده ورجعوا بعد قالوا الله وفي ايه احنا احنا فرقة احنا لعيب عندنا كتر من كده عندنا محمد صلاح يعني مش عارفين لعبه مش عارفين لعب له الكورة انما لما تبقى اللعيبة كلها كويسة اكيد صلاح يتحرك اكيد مصطفى محمد ده لو جات له عارضية سريمة عيقش ويحاول يعمل اكيد مرموش ده زي ما عمل في كود دوفار دخل له جوه وشاط وقات في العارضة كان ممكن تبقى جول زيها زي المبرارة اللي جاب لنا فيها جول هنا في مصر فانت عندك الامكانيات اللعيبة المصرية انا بحيث ان هم كواليتي كورة يعني ويروحوا زي اي فرقة بص يا كابتن افتنا بس زي اي فرقة طبيعية بتيجي تلاعب مثلا يعني مش شايف انا مش شايف مشاكل في الافريقيا كلها غير عندنا احنا طيب بص بين بين دور المجموعات بين التلات مطشوط الاولانيين والتلات مطشوط اللي بعدهم مفيش فرق زمني بالعكس ده في تحيز من التحاد الافريقي وفي اصابات وغيابات حجازي تلع الشناوي طلع اكرم طلع من اول مطش فبالتالي الظروف اتعقدت عليك اكتر وهما عزالك الروح انا بقول دايما منتخب مصر الروح المية وتمانين درجة من مطش للتاني من من النيجيريا غينية بساو السودان لعيبة اردم اردم لعيبة عايزين نتفرج لعيبة مع نفسها لعيبة مع نفسها هبت مصر واسماء لعيبة وكل حاجة ويحسب لكيروش انه بطل يخترع لنا بطل يخترع لنا ويجب يسمع بعد البطولة ان شاء الله ربنا يوفقه النهاردة والاهم اللي جاي حط التلاتة دول جنب التلاتة دول حط ناجيريا غينية السودان وحط كوديفور المغرب الكاميرو ده منتخب وده منتخب تاني تعرف انا عايز نكسابلين شوالله النهاردة طبع عشان الناس وفرحة اللعيبة وفرحة الناس كلها ويكلل الاعلام النهاردة في الشوارح حاجة تفرح يا رب انا بقول يا رب تواكب الاحسان بتاع الناس زال النهاردة وجمهور النهاردة كله طايرة على الكاميرا النهاردة يعني توقعوا مثلا بين 3-4-000 وممكن نوصل 5-000 متفرج حوالي عشو طايرات طلعوا ان شاء الله بإذن الله ده غير اللي هناك غير اللي هناك فالله أنا عايز اقول لك عليه ان نفس ياخد الوطولة دي كيروش عشان يعرف قيمة الفريق اللي هو مزكو يعرف قيمة مصر اسمه مصر هو بيشوف حاجات دلوقتي واكيد يتفرج على الاهلي كمان وبيشوف جماهير وبيشوف احساس هو كان ما يعرفوش انما النهاردة هو مواجبه ده أنا شفته نازل بعد ما اتطرد بيجرس برينت مش مصدق انه كسب مش مصدق الفرحة اللي هو فيها انه خيال بعيد خالص هو خياله مركز على يمكن هنا ام نطلقي انا هروح كاس العالم ان شاء الله واخد بالبتاعة واصلح مفاتني نفس النهاردة الدنيا وكل حاجة تكلل اللعيبة اللي لعبة دي اللعبة دي يعني ما اتضخرتش اي جهد حقيقي رغم الاصابات اللي حاليك تفضلت تقولت عليها واللي الناس شاك فيها فانا بتمنى لكل الناس النهاردة انه هم يتواجوا ويرجعوا بالتمنى بإذن الله ومش سهل انك توصل الفاينال يا رب نحافظ عليه بإذن الله ان شاء الله بإذن الله وارونا سورة كيروش وده يمكن برضو حاجات من حاجات الصعبة للمنتخب وجهها تعنت ظلم تحيز عند سميها زي ما تسميها وظهرت قوي في مطش المغرب ومطش الكاميرا طبعا نضاي الحكم السنغالي اللي مش فاهم يعني ازاي يحكم مباراة السنغال ما زالت طرف في البطولة بين مصر والمغرب وتحيز بشكل كبير ضد مصر ومعدها العنصري دي صورة كارلوس كيروش والمساعد بتاعه بوست تحطه على تويتر على صفحته أو على عكاونت بتاعه على تويتر بيقول رسالة طبعا وكأنه محتوط جوه أفص بتقول لي ده كابتن دي اللي هو أفراهم الصورة يمكن كابتن دي السيد وكارلوس كيروش والمساعد بتاعه كأنهم محبوسين ودي المحاولات اللي أنتم عارفين أنه تم منعه حتى من دخول غرفة ملابس اللاعبين يعني مش هيتواجد حتى سواء ما قبل المباراة أو أثناء المباراة وفي قرارات الحقيقة تعسفية عنصرية يعني سمي أنا مش قاموا سمي لكن واضح قوي أنه في تحامل كبير قوي على مصر في البطولة دي عشان كده ربنا بكرمه ربنا بكرمه عشان كده طول ما أنت بتضغط علي وطول ما أنت كرة اللي حتشوتها فيها حتيجي في العرض كرة اللي حتشوتها حتيجي في الجوة طول ما أنت بالجبروت بالقوة قدته بالكاميرو النفسها أنا مبارح يعني ده ربنا نفق في صورتهم عشان يتعادلوا في مطشي زي ده العمر المنتدى رعيبة لغت للناس شوية من الشكل إنهما مش في فاينال يعني إنما إحنا سنة اللي فاتت في أفريقيا ما طلعناش من دول 16 تيروش يلعب النهاردة إزاي يعني تتوقع إنه إحنا تقريبا لعبين كل المطشاط الصعبة كل مطش بطريقة النهاردة هيبقى جيم مفتوح السنغال هتهاجم إحنا اللعب على المتدة يبقى فيه توازن هجمة هنا هجمة هنا هاخد من كلامك ده توازن توازن لعيبة تعمل حالة توازن أنا عمري ما بعترف بدور المدير الفني إلا بعد الشوط الثاني ككوتش يشوف يدرس الفرقة اللي هو بيلعبها شكلها عام إزاي ولعبته وقفة فين وإزاي ده أنا بعترف بالكوتش هنا إنما قبل المباراة وإنه يديني المحاضرة اللي هي بس أنت بتقرأ برضو وتذكرى كابتن شريفي الفرقة اللي أنت هتلعبها يعني أنت شوف هتتفرج على مرشات سنغال في البطولة هتعرف طريقتهم هتعرف بساطة خطورتهم أنا في كل ده معاك هتعرف فين مربط الفرس ما عندوش فرايتي كتير ما عندوش في الباكرة 2-3 ما عندوش في الباكليفت 2-3 ما عندوش في نص الملعب 5-6 ما عندوش في الفروت خدت بالك اللي هو أطلع عن مصطفى محمد ونازل محمد شريف يعني أنا بتدي بمحمد شريف كويس أنا عايزك تعجل رسالة للشريف شريف شريف لأ وشريف عارف إن المطش ده كان لازم يروح لضربات الجزاء والراجل قاعد يدور في الملعب مين اللي هيشوت وكده فراح قالك أنا بعد كده هتفاهم مع شريف يعني ده مدرب غير لعيب مش لسوق هو شريف اللي لسه عمل حاجة لا بس أنا فاهم ورد فعل شريف كان رائع مصلحة الجميع فوق مصلحة الشخص لكن برضو في رسالة يعني هو الولد الحقيقي ممكن يبقى بينه وبين نفسه أخي ما تعرفش ممكن شريف هو اللي يكسبك النار ممكن جد جد اللي حصل ده حيخلي شريف ينزل يكسر الدنيا ويجيب هو الجول يعني ما تعرفش الدنيا الخير في الكرة اللي راح بيها رمضان ولعبها بالعرض لو كان شريف موجود كان جابها مش كده يمكن يجابها النهار ده يا مسهل بص أنا بسك كلنا بنسك في ربنا ان احنا ما بيفوتناش خير اللي زي كان ربنا مقدره لنا فاللعيب هتلعب بنفس الروح اللعيب هي صاحبة تكرر في الملعب اللعيب هي اللي هتموت نفسها اللعيب هي اللي عارفة ان ده فاينل مفيش بقى حاسب على نفسي ولا أنا شخص قدام شخص أنا حاولك على حاجة زمان كنا بنلعب في بطوط أفريقيا دي وكان عندنا باك اسمه حمدي جمعة كان بيلعب على أحسن جناح في أفريقيا اسم يوسف فوفانا ففير اسمعه جد يوسف فوفانا ده كان يخش زي الجالينشا كده وروح طاير حمدي جمعة ده ما لمسوش الكرة وحمدي جمعة اتعور وراح وقف قدام وكرة تلعبت خبطت فيه وعملها بدماغه وجاب جول كمان بص اللعيب لما بيبقى عايز يعمل حاجة بيعمل استحالة طيب انش هتقدر تعمل له اي حاجة غير امكانياته انه يحطها بس في الملعب بين مواجهة مصر والسنغال في مواجهة ما قدرش ما تكلمش عنها سريعا معاك ليه دور مهم جدا جدا خاطت على عينه اول بطولة هو قال حتى بالمناسبة تصريحاته كان بيتكلم بيقول انه احساسي وانا بحقق دولي الابطال مع ليفر بول وبحقق الدولي الانجليزي وحتى البطولات اللي فست بيها مع سويسرا كان احساس يعني عظيم جدا بس انا نفسي احس ان انا بحقق بطولة مع بلدي فالنهاردة وفكرة انه بيلعب على فكرة انه يحقق علاقة بالافضل في العالم هالي صلاح النهاردة كمان عنده اكترا موتيفاشن او ديفع اكتر شوية الحقيقة والاتنين بيلعبوا نحن يتبعوا واتنين لعبوا ممتازين يعني ممكن يقابلوا بيدافع مع صلاح وصلاح بيدافع اول حاجة الاحتفاظ بأحسن لعب في افريقيا ده اول حاجة ده كده تاني حاجة بلندور اللي هو لو فعلا اكتاب له حاجة في كاس اوروبا السنة دي وكاس افريقيا خلاص صلاح يبقى في استياف تاني في شكل تاني لان اقرب لعيب حيبقى معايا بعد كده انك تصنفه حيبقى اللعيب الهولندي هال هو الهولر الهولر مهاجم وفتكر الكلام اللي انا بقول لك ده حيش حتلاقي لنفسكي ولا حتلاقي ميسي ولا حتلاقي كريستيانو خلاص يعني هال ده هو ده اللي انا بتفرج عليه ده المهم انه يحافظ انه يبقى موجود في فرقة تحقق له زي ما محمد صلاح بيحقق مع ليفربول انجازاته وكده اهم الصلاح ماشي في انجلترا الحمد لله مازال هو هو هدف البطولة مسال هو الكل الناس بسنتجة اعلى سعر في فرقة ليفربول فهندقوا هدف كتير جدا صلاح النهار صلاح ما بيلعبش بقى على هدف ده غير على اسمه مصر فرحتك يا صلاح وانت داخل كاس العالم المرة فاتت في اخر نسخة وانت اللي جبت بجولين هو ده اللي النهاردة انا عايز اكتب لك صلاح النهاردة انا عايزك تخلص المطش بدري لاني عندي درس وعايز اخلص دي اللوحة قال له صلاح هتجول بقى عشان انا عندي درس وعايز اروح انام دي اللوحة اللي انا شفتها في برج العرب في كاس العالم اللي يفعلته خدمناها منه النهاردة ان شاء الله بإذن الله بتمن Manhوي اللعيب كلها بتمنناها للمصطفى محمد بتمنها لكروش بتمنها لكل المصريين كلهم النهاردة ان محمد صلاح يتوج النهاردة بكاس افريقا ضيف على فرحة المصريين واضيف على النجمة التمنى واضيف على التطويق ببطولة أفريقيا النهاردة كمان انك هتواجه النهاردة خسمك في تصفيات كاس العالم وبالتالي اعتقد فوزنا النهاردة يبقى لي مكسب إضافي أن يكسر الحجز النفسي في فكرة قدرتنا على التأهل للمونديال أمام خصم محترم وخصم عنيد وخصم قوي هو السنغال بإذن الله متمنى إن شاء الله وأنا بقابل حضراتكم بكرة على شاشة الألف سادسة أبقى بقابلكم وإحنا فرحانين وإحنا بنحتفل بفوزنا بإلتمنى وفي جميع الأحوال راضيين ومبسوطين جدا جدا عن رجالتنا وعن أبطالنا الحقيقة اللي قدموا عروض مشرفة في بطولة أفريقيا ونتمنى نتمنى إنه الكيرف دايما يبقى في تصاعد مستمر نورت الدنيا كابتن شريف نسعد بك دايما ولقت بيجري معك بسرعة شرفتنا ومبروك مرة تانية نبارك لبعض بإذن الله بالليل نهارة ونبارك لبعض يوم الأربعة بإذن الله لنادي الأهلي إحنا بكلم بنرف معلش إحنا حاسين بيك وإحنا غايفين زيكم إن شاء الله ده يتوق بإذن الله مع الخوف في ثقة بإذن الله نورت الدنيا كابتن شريف بشكر حضرتكم على المتابعة ونتقبل على كل خير على الشاشة الأهلي تحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر